السلام عليكم أولاً كنا نحبه بسينور الدين مستق وكيل أعمال اللاعبين سينور الدين نريد أن نعرف تقييمك منتخب الوطني المشارك بقطار 2022 وهذا لا يخفى على الجميع أنك كنت حاضر بدولة قطار ما تقييمك على الفارق الوطني بقطار أول شيء السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم نظن بأنه تقييم المصار منتخب الوطني في كأس العالم 2022 في قطار نظن بأنه هذا رأي جماعير كامل المغربية ورأي شهر مغربي كامل لأنه كان مصار جيد ومستوى في إنجاز تاريخي الذي تحقق عليه بمجموعة آلية شابة أو مدربة وهو محنك الرغم أنه من حداة تعهده في المنتحب ولكن أعرف كيف يسمر الطاقة الإيجابية التي كانت في اللاعبين وطاقة الإيجابية الموجودة فيه كمغرب نظن بأنه يعتبر إنجاز تاريخي بمسبب الشعب المغربي ومسبب الملكة المغربية ومسبب الجماعير المغربية وكذلك بمسبب المنتخب الوطني المغربي بالوصول إلى نصف النهائي أمام عمالقة كرة الخدم الأوروبية وأمام عمالقة كرة الخدم اللاتينية كذلك الأسيوية نحن جد فحورين بالحضور من المنتخب الوطني فتكاس العلماتي 1222 وهذا مجلش من فراغ وهذا عمل سنين طويلة لعمل عليها سيد رئيس الجامعة وكذلك سيدنا الليينسرول حاول ما يمكن أن يدعم الرياضة ابتداء من مناظرة الصخيرات وكانت تغيير المالكية المغربية لكرة الخدم تعيين سيد فوزي الخجاع كرئيس الجامعة وكذلك لأنه كرة الخدم من نهار اللي جاء سيد رئيس الجامعة بأنها تطور من ناحية لوجيستيكية ومن ناحية المادية لمنسبة الفرق الوطنية لمنسبة الملاعب الوطنية لمنسبة الوجود اللاعبي المغاربة في المنتخب الوطني حيث اللاعبين المنظروا خارج الوطن واللاعبين المتجلون بالطلاب البعض الشيء الذي خلال أن هذا الانجاز جاء من بعد واحد تقتول من بعد واحد تقتول مغاربة المغاربة الموجودين خارج الوطن ومع لاعبين المغاربة كذلك اللاعبين داخل البطولة الوطنية ومن الذين يجمعون في داخل البطولة الوطنية والتحقق فوق أوروبية الحمد لله ، اعطيت جربة لهم داخل المنزحة الوطني وحاول ما أمكن كذلك سيد وليد الرجلاجي باش أنه يجمع ما بين اللاعبين ويحاول ما أمكن على أن يخليهم يحسوا بأنهم شخص واحد ويشتغلوا من أجل وطن واحد ومن أجل مملكة واحدة هي المملكة المغربية نضم بأن المباريات دازت مباريات لي صعبة وابتداء مباراة كرواتيا وكان يحسوا بشعب المغربي وكان يظن بأن شخص مغربي عاشوا بطغط في مباريات كامل المباراة كرواتيا ولكن الطغط ينزل على الشعب المغربي وعلى الجمال المغربية وعلى اللاعبين وعلى المدرب من بعد انتصار دينا في مباراة بلجيكا وكانت هي الفاصل في المباراة الثلاث الأولى والحمد لله تقتلنا لأننا وأنا سأخبركم بشكل في أحد المنابر بأنه إن شاء الله سوف ينزل ونحن لولينه بسبعات النقاط والحمد لله ربي مخيي بشكل هذا وربي مخيي بشكل هذا وربي مخيي بشكل هذا يعني تقف اللاعبين عندما هم اللاعب من سيري يعني الحمد لله مخيي بش الأمال ديال الجماعة الغريبية ومخيي بش الأمال كذلك ديال المدرب اللي كان أحسن يعني كنظل بأنه أحسن رسالة لجميع اللاعبين بشأن هم من كل جواد الكبوة ولكن من سيري ما شاء الله عليه أعطى البلاء الحسن في المباراة كاملين كان من أحسن العناصر الموجودة في داخل المنتحب الوطني بالإضافة إلى مرابط بالإضافة إلى عن مسيس بالإضافة إلى أكرد بوهنو عشرف حكيمي حكيم زياش أملاح اللاعبين كاملين بوفال كانوا كاملين يعني مجموعة متكاملة اللي خلاهم لأنهم يعني يشتغلوا من أجل الراية الوطنية ومن أجل يعني من أجل الجماهر المغربية اللي كانت بسندهم طول الوقت الليلة ماهار بحيثو كنا نشوفوا جماهر في حطار ما كتنعش لأنه كانت تكتسنا المباريات وفارغ الصبر وكانت تجيب وكانت توجد دراسة لكي تجيب المتخب داخل الملعب وخارج الملعب لأنه اللي لم تتطبيع الكريم هو أنه جماهر اللي كانت تكذبها على بره خارج الملعب بره كثير من الجماهير اللي كانت موجودة داخل الملعب نظراً لعدم توفر التذاكير ونظراً لعدم توفر كذلك الأماكن الشاغيرة اللي يمكن أن يدخلها من الجماهير والجماهير وكانت تأكد بأن تسعين ألف ومئة ألف جماهير المغربية كثير من الملعب وهذا أنا قلت لك مجرش من الفارغ وكان من العمل بارغ تقام خلال سنوات عديدة يعني تلاءاً من ممارسة براوية داخل الوطن وكذلك تتبع اللاعبين اللي خارج الوطن اللي يخلع لأنهم يحسوا بأنهم بالوطنية أكثر من الآخرين والحمد لله اللهم لك الحمد لله اللي يفرح لي الإنسان هو أنه المغاربة ككل يعني حين عندما تكون تظاهرة حال هكا أو أي تظاهرة عالمية أو قرية أو وطنية كنت أكد بأن تبقاهم متساندين يعني متساندين نتائج إيجابية من أجل الرئيس الوطنية من أجل سيدنا من أجل كذلك سيد رئيس الجامعة الذي يضحي بالغالي مننا من أجل توفير جميع الأمور اللوجيستيكية والأمور التي تستطيع تعيق أي حاجة للمنتخب الوطني فقد نظر بأن كانت مسيرة مفاقة وتختمات الحمد لله بالحفل التاريخي التي تقام أمس بالاستقبال المجموعة الوطنية والمنتخب الوطني والبيعة الوطنية واللاعبين بالأمهات والمنطرف سيدنا هذا دليل على الحب الملك والشعب والحب الشاغوف والملك بالرياضة الوطنية ونظن أن لاحونا لأن تلاحمونا حتى القطاعات أخرى نفس الحب والدعم ونفس التغطية كنت أكد بأن ورغا نجح في جميع القطاعات التي نتمنى أن نجح في هذا وطنيا ودوليا وكنتمنى كذلك أن نتموا القطاعات أخرى لا الرياضة ولا الصحة ولا التعليم ولا المجال الإقصادي ولا المجالات كلها لأن كنت أكد بأن المغاربة الحمد لله عندهم ما يعطون في داخلهم الذي يخص هذا الكامل هو السناد والثقة وكذلك تكون لدينا النية الصالحة من أجل الوصول لأهداف لا وطنيا ولا دوليا سي نور الدين بحكم أنك وكيل أعمال اللاعبين كيف تشوف نظرة اللاعبين من المنتخب الوطني مستقبالا يعني أن الفرق اللي يمكن لهم يلعبوا فيها حاليا لأن السومة ترتفع لهذه اللاعبين كيف تشوف نظرة ما هي القلاد اللاعبين هذا ما فيش شك هذا كنظن بأن الأسهم دي اللاعبين كاملين سترتفع ولسي يامال انديا ديالهم حاليا فهتكون عغنى الراسي ديالهم البنكي لأنه حاصة فاريخ أنجي الفرنسي اللي كيتوفر على جوج اللاعبين اللي هو أبوفال وأناحي ونظم بأنه طالب كثيرا ومع رابطه وأبوفال وأناحي وكذلك ومع نصيري وعلى أبونه وعلى أكرد في حاليا وعلى أبوف أنديا كبيرة ولكن حاليا كانت أنديا التي تصدر لأنها تلعب لشامبيونس ليج وكذلك لأنه يتمحوه لأنهم يلعبون نيائية أخرى ونهائية 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 وكذلك وكذلك لأن اللاعبين تلتقل عن أسهم ويكون طلب عليهم كثيرا في أنديا كبيرة في أوروبا السينونتين المغرب مقبيل على تنظيم كأس العالم للأنديا كيف تنظر المغرب تنظيم هذا الكأس في المغرب لا 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 وفي مغرب إن شاء الله لخول الله وفي البنيات التحتية الموجودة حاليا داخل الوطن الملاعب الرياضية بالفناديق والطرق والسيارة والكل حيث نخطر كاول أوروبا لسيارة كالعالم مثل كأس العالم مثل الأبر فرق كأس العلام وعدة تظاهرات الدليل لذلك هو عدة فرق أفريقية وعدة فرق وطنية أفريقية تجد أنها تلعب مباراة دولية داخل المغرب نظرا جودة الملاعب الموجودة عند نفل المغرب جودة العشق الموجودة عند نفل المغرب وجودة الفناديق والكارة الموجودة التي تعرفون المغرب لا يوجد في دول أخرى الحمد لله لأنهم يجبون لعبوا عند نفل المغرب والحمد لله وهذا الشيء لا يوجد من فرق جاء معامل وقدار حكومة وشعبا ومالكا نظن بأن سيدنا الله ينصر ويحاول ممكنه لأنه يمشي بين الأمام وأنه كنا يكونوا نفس التوعوج ونفس الرغبة لا يمكن أن نزيد الأمام لأن أي شخص يكون لديه نقطة إيجابية من أجل الإصلاح لا يمكن إصلاحه في داخل الوطن للمضي إلى الأمام كذلك انتهت بطولة العالم مقبلين على بطولة احترافية في المغرب واذا تنتظر أن البطولة المغربية سوف ترتفع بطولة الوطنية بالنسبة للعبين بالنسبة للبطولة كاملة كاملة أول شيء هو إصلاح في الكواليس من البطولة الوطنية في الكواليس نظر على المشاكل المادية التي تعانون من الأندية القوة التي تأتي ومشاكل التي تعانون من اللاعبين ومشاكل 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 والناس والرياضة في المغرب ككل لأن البطولة ستعرفها على القفزة نوية ولماذا لأن سيد فوجي القجاع سيحاول إضافة البطولة الوطنية ولكن لا ترى سيد فوجي القجاع بحديث لأن الرؤوسة ومدربين ومدربين حول ما يمكن أن يرقاوا في المستوى دينا لا في المستوى دينا الكرة القادمة نحن نتوفر على بطولة وطنية يعني جد يعني جد يعني بطولة وطنية عالية بزاف ليضرب لها ألف حساب داخل البطولات العربية وداخل البطولات الأفريقية ولكن خاصة المشاكل اللي هي كلنا في الكواليس خاصة المشاكل الماثدية اللي كان هضر عليها لأن كانت تعاني منها الفرق كلها فأنا نتمنى أن يضعوا حد للمشاكل هذه المشاكلة يتصلح الأمر ونبدأ أزيره لأنه لا يمكن تلعب بطولة وطنية 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 ترفع من المستوى دينا وانت عندك تقريبا 365 مشاكل في الجامعة لليليتيج ولا لا 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 يعني إذا ما حاولنا أن نحل هذه المشاكل كنت أكد بأن لا يمكن نزيد القطة أول شيء هو نحل المشاكل المادية الموجودة عن الفرق يعني بالمشاكل كلها بالقائل التي تحلوها ومشاكل كلها التي تحلوها أنا اليوم أستمع بأن تسعد الأندية تسعد الأندية وفي حدث تحلوها ضرب يعني طعن في البطولة الوطنية لأن لماذا؟ إذا كنت ترى أن لاعبين يأتي بأن يأتي بأن يأتي بأن تسعد الأندية لا يوجد مشاكل لأنها مشاكل المادية وممكن تخلص المشاكل الموجودة في الفيفا أو في الغرفة أو في الغرفة في جميع الملك المربيل الكروس تأكد بأن تحبط الإنسان وقال أن تبشر البطولة الوطنية وأنت تسعد الأندية من كل تنتهي بلاعيبين خاصة في الوقت هذا من بعد كأس العالم 2020 في القطار نحن نفس في الرابع ولعبنا من نصف نائد منتخبات قوية التي لديها بطولة بالملايين ولذلك نتمنى لأن نصلحه ما يمكن إصلاحه داخل الكواليس المكاتب الوطنية المكاتب الوطنية وداخل الأرويق النزاعات من الجامعة المهربية في قرات القطار تحل وتحاول أن تستخلص المصارف التي تستخلص المصارف التي تأخذ اللاعبين أو تستخلص ونبدأ مستخدم للإعجاب أي درام وضخ رسالة لما تريد أن تريد 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 أن تريد الرسالة لما تريد 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 مهتم بشأن الرياضي بصفة عاملة أنا أرى أن أتمنى لأننا كاملين هناك لا رؤاسة لا ناس جميع الملكية المغربية للكرة الخدم للاعيبين لوكالاء لمدربين لا أطر لكل شيء أنا ندره ليد في اليد مدام أنه جاءت الطفرة كراوية الحمد لله وتحقق نتائج إيجابية وتحقق على مستوى عالمي حالياً لا يوجد سبب لتعود الوراء حالياً يجب أن نزيد القدم ونريد أن نتكاتلهم مع بعضنا ونضعوا نيد في اليد لكي نرفعهم من المستوى للبطولة الوطنية ونرفعهم من المستوى اللاعبين ونتأكد كما قال الواليد يجب أن نضعوا النيف مع بعضنا ونضعوا الثيقة وتكون لدينا طاقة إيجابية التي يمكننا أن نحول بها الطاقة الإيجابية اللاعبين والرؤاسة وكل شيء تكون لدينا طاقة إيجابية من أجل الاشتغال بأرياحي وبدون مشاكل لكي نرى بطولة وطنية في المستوى العالي والمستوى القاري والمستوى الدوري شكراً سينوردين